أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقام الفريق أول محمد زاكي بوضع إكليل من الظهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه أطاهرة اناب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي للمشاركة في احياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وقام الفريق اول محمد زكي بوضع اكليل من الظهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي خلال لقائه باسرة الزعيم الراحل اعتزاز وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بما قدمه الرئيس عبدالناصر من جهود وطنية مخلصة لدعم مسيرة البناء الاقتصادي والاجتماعي والقومي لمصر واكد الفريق اول محمد زكي ان التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من انجازات حمل لواءها الرئيس عبدالناصر من طلائع القوات المسلحة وايدته جموع الشعب المصري في حركة مبركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وبناء الجيش القوي القادر على حماية الوطن مشيرا الى ان شعب مصر العظيم وقيادته الوطنية الوعية تصنع اليوم حقبة جديدة من التاريخ بارادة حرة قادرة على مواصلة المسيرة الحضرية وبناء مجتمع امن مستقر يشعر فيه المصريون بعزتهم وكرامتهم حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة واسرة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر